تشاطر أطفال النادي الملكي للتينيس بمراكش لحظات من المتعة والمرح والترفيه مع نجوم عالميين في اللعبة وذلك بمناسبة تقليد كيدز داي الذي نظم على هامش الدورة السادسة والثلاثين لجائزة الحسن الثاني الكبرى لكرة المضرب هذا اليوم الذي خصص للأطفال شكل مناسبة لتقريبهم من نجومهم المفضلين وتبادل بعض الكرات معهم ومنحت هذه التظاهرة الاجتماعية الرياضية الفرصة لهؤلاء اللاعبين للتوقيع على عدة أوتغرافات والتقاط صور مع الأطفال الذين أبدوا سعادة غامرة بالاقتراب من نجوم اللعبة العالميين وحج أطفال النادي الملكي للتينيس بمراكش بمعية أبائهم بكثافة من أجل المشاركة في كيدز داي والاقتراب من نجوم عالميين كلحظة لن ينسها هؤلاء الأطفال تقليد كيدز داي يرم نشر ممارسة هذا الصنف الرياضي وسط الأجيال الصاعدة وتمكين الأطفال من اكتشاف كواليس منافسات التينيس العالمية